قال المدير العام لشركة الإتاعة والتلفزيون الحكومية لعموم روسيا أوليك دوبروديف في رسالة التهنية أنه يأمل في أن يتم التغلب على كل الصعوبات معا وأن يواسر الجانبان التعاون من أجل مصالح الشعبين الروسي والصيني وبعث رئيس صحيفة روسيسكايا كازيتا الروسية بافيل نيجويكا بغطاب تهنية قال فيه أنه يرغب في مواصلة التعاون مع مجموعة الصين للإعلام في العام الجديد وتحقيق إنجازات عظيمة معا أما مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيفودنيا ديميتري كيسليف قال في رسالته أنه في العام الجديد سيعمل على تعزيز وتقوية التعاون الإعلامي الحالي وتعميق الثقة والصداقة بين شعبي البلدين وقال المدير العام لوكالة أنباء الطاصر روسية سيرجي ميخيلوف إنه يأمل في أن تفتح وكالة أنباء الطاصر روسية ومجموعة الصين للإعلام فرصة تعاون جديدة في العام الجديد وأن يطوران المزيد من المشاريع الإعلامية الجديدة بشكل مشترك هذا وأرسل مدير عام شبكة SPB TV الروسية كيريل فيليبوف رسالة تانية أيضا قال فيها إنه يأمل في أن يكون عام الثور عام حظا للصين وأن يتمنى أن يكون العام الجديد عاما مليئا بالسعادة والصحة ترجمة نانسي قنقر